أهلاً أهلاً بمتابعيني الحلوين مع فيديو كتير منخص أجدد وقبل بنتقى أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة ولو حابين نبقى صحاب ونتعرف على بعض أكدر ممكن تتابعوني على إنستجرام هتلاقوا لينك في ديسكريبشن تحت ويمطبينا نشوف بتبدأ قصتنا مع دكتور هيون وهو داخل مقر الجامعة وما أنه كوري واسيم وهو في طريقه للمكتب لاحظوا الطلاب وهم بيبصونه بإعجاب بس يبني عليه أنه بارد المشاهر ومش مهتم وبعد شوية بنلاقي الدكتور هيون قاتل مكتبه وبتدخل عليه زملته الدكتور أسو وبيتعرفوا على بعض وبناخد بالنا إنها أعجابة بيه من أول نظرة بعد كده الدكتور أسو بتروح مكتب الدكتور آدم اللي محكب بيها وبتعرفه لوصول الدكتور هيون وتطلب منه يروح يرحب بيه بما أنه هيبقى زميل له في الجمعة آدم بيرحب بيوم في مكتبه وتقريباً كده بيحاول يوصله بشكل غير مباشر إنه معجب بالدكتور أسو وياريت ما يقربش منها وما إن بطالة هاللاجة مش بيدي أي رد دفع وبرده مش بيهتم هينهم روح في آخر اليوم بيوقفوا اتنين من الطلاب وهم نظام وزفرول لأنهم من غباءهم بيفكرينه طالب معاهم في الجمعة وبيسلموا ملفوا بيطلبوا منه يوصلوا للدكتور آدم ثاني يوم بتزهر بطالة نصارة مع صاحبتها نورة وهي دفع محاضرة الدكتور هيون وبيبقوا متأخرين جداً وبيبدأ هيون المحاضرة بالتعريف عن نفسه للطلاب إنه هيكون الدكتور الجديد بديل على الدكتورة دورجا وبيقول إن قواعده بسيطة وهي إن حضور المحاضرة على الموعد سبب كبير في النجاح وأولاً بيطلب من صارة تعرف عن نفسها ولما بتقوم بتقول اسمها وناها من ماليزيا فبيستغرب لإنه كان مستنيها تتقلم أكتر عن نفسها فبيقول لها بسي كده فبتقول له إنها تفضل يكون لها مساحة شخصية بعد المحاضرة بنشوفي الدكتورة متجمعين في مطعم الجمعة وبنلاحظ إعجاب الدكتورة سو بالدكتور هيون وبالصدفة صارة وصحابة بيقوا قاعدين على الترابيزة اللي جنبهم والغريب إن هيون بيكون مركز جامد مع صارة وبيظهر إنه معكب يا جداً بس هي ما بتكونش مركزة معي قوي والشبه مش طيقه دي حتى طلبة من نظام إنها نبدل مع مكانها عشان ما تبقاش في وش هيون بنشوف هيون وهو بيجمع معلومات عن صارة بيروح يتكلم مع صحابها وبيسألهم عن سبب حذر صارة منه فبيقولوله لإنها شفته بيرمي بوكي وارد جاله دية في أول يوم لي في الجامعة ومن وقتها حاسد إنه مش بيقدر مشاهر الآخرين وبما إنهم أصدقائها المقربين بيسألهم عن نوحها المفضل فبيقولوله إنها بتحب الشخص اللي بيعرف يطبخ ورياضي وتحب إنه يكون صدو حل وأكتر أشخاص بيتكراهم هم المتنمرين فبيخرج من المكتبة وهو بيفكر السي ممكن يعكب صارة لكن فدأ بيغبطه في بعض بالصدفة وبتعتزر له صارة وبتمشي فأخر اليوم بنشوف هيون ومروح وفدأ بتظهر قطة قدام العربية وبيغبطها بالغلط وصارة بتكون شايفة وفتجري على القطة وبيغبطها على أقرب مستشفى وفي المستشفى بنشوف هيون وبيسأل صارة عن سبب خوفها الزايد على القطة فبتقوله إن كل الناس راح يتطمنوا على سواء الدلافير اللي تصاب بس سابوا القطة بدون محد يبصرها حتى بالرغب من إنها كائن ضعيف ما يقدرش يشتكي وربنا وصانا على الحيوانات وبتفكر إنها تتبنى القطة بعد العلاق ويخرب الدكتور يطمنهم على القطة وبتسأله صارة لو ينفع تاخد القطة معاها البيت فبيقولها أكيد بس لما تتحلق بشكل كامل بالليل بنشوف صارة بتتكلم مع صحابها وبتحكي لهم عن موقفها مع هيون وإزاي هو كان معجب بيها تاني يوم الصبح بتنزل صارة عشان تروح الجمعة وبتركب التاكسي ولما بتنزل بتنزل شنطتها وبتفكر لما بتكون في الامتحان وساعتها ما بيكونش معاها ألم حتى تكتبه وهيون بيلاحظ وبيسلفها ألمه ولما بتركع له القلب بعد الامتحان بيقولها تحتفظ بي بتخرج صارة مع صحابها من الامتحان وكانوا بتكلموا عن مين اللي يوصلها للبيت وبيسمحهم هيون وطبعا بيستغل الفرصة وبيطلب إنه يوصلها بس وهم ما خارجين من الجمعة بتشوفهم الدكتور قسو بتحس بالغيرة عشان مش عارفة تعبر لي عن إعجابها في العربية بيسأل ريون صارة عن سبب قلقها على شنطتها فبتقول إنها فيها حاجات مهمة بنرجع في لاجباك وبنشوف هيون في مكتبه وها بيكلم صاحب التاكسي وبيتفق معاه إنه يرجع هالشنطة ولما بيوصل لبيت صارة بتحرك أمها وبتشكره بتعرفها صارة عليه وبترحب أمها بيه وقبل ما تدخل بيجيب لها عيون شنطتها وبيضيها لها وبيقول إنها كانت معاه طول اليوم في العربية ولكن كان ناس يسلمها لها تاني يوم الصبح في مقر الجمعة بنشوف آدم بيتكلم مع هيون عن تحضير رحلة تسقفية للطلاب في نهاية الأسبوع ولما آدم بيقول لسوق بترفض في البداية بس لما بتعرف إنه يون هيكون في الرحلة بتواثق بدون تردب وبتبقى هتموت من الفرحة عشان جالها فرصة تقرب منه بنشوفهم وما بيركبوا العربيات عشان يتحركوا بتركب صارة ونورة مع هيون في العربية وبتبدأ نورة إنها تفتح حوار مع هيون وتسأله لو لاحظ إن دكتور آدم معجب بالدكتوراسو بس من الواضح كده إن الدكتوراسو معجبة بيهوة فبيقول لها إنه ما يعرفش ومش ملاحظ حاجة وبتفشل طبعا في تغذية فضلها بسبب صنط هيون طول الطريق لما بيوصلوا بنشوف هيون بدأ إنه يتقرب من سارة وبيطلب منها تعلموا الأكل الماليزي وده طبعا عشان نظام وزافرول قالوا له إنه سارة بتحب الشخص اللي بيعرف يطبخ بالليل بيبقوا عاملين حفلة شواء والكل كان مبسوط وآدم بيغني علشان يلفت انتباه سوق بس سلسوق الحظ ساعتها كانت بتتكلم مع هيون ومش مهتمة بيئطلقا فبيتضيق وبيسيبهم ويمشي لما بيرجعوا للسكن هيون بيفتكروا لحظاته مع سارة ويفكر إزاي ممكن يقرب منها أقدر فبيطلع في البالكونة وبيبدأ يعمل تمارين علشان يلفت انتباهها سارة في الوقت ده كانت بتصنف الفجر وسمعت صوتي البنات بره وهم معكبين بهيون فبتطلع وتشوفه وفعلا خطته تنجح وبتفتكر هي كمان لحظاتها معاه تاني يوم الصبح بيرجعوا للمدينة وبيوصل هيون زفرون ونظام الاستكن بتاحهم وساعتها سارة كانت رجبة جنبه وأول ما بيوصل قدام بيتها بيحضر في لعب حبه باللغة الكورية بس صارة زكية ما فهمتش اللي قالوا أثناء تدمها العيلة في بيت صارة والدها بيسألها عن علاقتها بدكتور هيون فبتقوله زي أي علاقة أستاذه تلمسته بس أمع بتبقى حايفة عليها وبتقول لها المجتمع بيرفض علاقة الأستاذ بتلمسته فبتتعصب صارة وبتطلع على قضتها تاني يوم دكتور آدم بيطلب من كل شخص يتكلم عن ثقافة بلد مختلفة وصارة واقع من نصبها في الثقافة الكورية فبتروح المكتبة علشان تبدأ في البحث بس بتلمح دكتور هيون وبما أنه كوري بيخضر على قبلها أنه يساعدها في البحث هيون بيقول لها أنه رايح يوم السبتة للمولي الكوري وبيطلب منها أنها تيجي معاه وهناك هتتعلم معها حاجات كتير عن الثقافة الكورية وفي البيت بتحاول صارة أنها تقنع أمه تروح مع الدكتور هيون علشان تعرف تكتب الخطة البحثية المطلوبة منها في الجمعة فبتواثق مامتها مع شوية اندهاش وشكوك يوم السبت الصبح يوم تمس تاني صارة قدام بيتها وهو بيرش برفنف عربيته والفرحة مش سيعية في نفس الوقت بتكون صارة بتودع أهلها وبتنزل علشان تمشي معيون ولما بيوصلوا بيقفوا قدام مطعم بس قبل ما صارة تدخل بتسألوا هو الأكل حلال ولا لأ فبيقول لها انه عارف انها لازم تاكل طعام حرال غير كده صاحب المطعم رجل كوري بيعتنق الإسلام وعايش في ماليزيا بيبدأ هيلون انه يتكلم عن الثقافة الكورية ولما بيخرجوا بياخدها على أماكن سيحية وبيخليها تجرب الهانبوك الكوري وهو الزيب تقليدي للمرأة الكورية وهم في الطريق صارة بتطلب منه لقف عند أقرب مسجد ولما بيوصلوا هي بتدخل تصلي أما هو كانوا يفي تفرد على الناس وهي بتتوضى والإمام هو بيقيم الصلاة كان حسس براحانيات لطيفة لما صارت توصل بيتها قبل ما تدخل بتاعترف له بحبها بلغته وبتدخل وهي مكسوفة وسيبها فحينا من الصدمة تاني يوم في المكتبة بنشوف يون بيساعد صارة في اختيار الكتب اللي هتساعدها في البحث وكانوا بيحبوا في بعض طول الوقت ولما بيخرج من المكتبة بيروحوا يتغدوا في مطعم وبيتصوروا ويتمشوا مع بعض بالليل على العشاء بيقولوا والد صارة انه عايز يزم الدكتور هيون على العشاء كشكر لي عشان ساعدها تاني يوم في الجامعة بنشوف الدكتور هيون يتأخر على المحاضرة وكانوا وضح على تعبيراته الشعر انها قلقان عليه بس قول ما بيوصل للقاع بيفطل يبص على صارة وكان وضح عليهم علامات الحب واصحاب صارة بيلاحظوا ده وبيبدأوا يشكوا في علاقتهم ببعض ولما المحاضرة بتنخلص بيسألوها ايه دي بينك وبين دكتور هيون تب تردت عليهم وتقول انهم بيحبوا بعض لما بتحرق صارة مع صحابها بيقابلوا دكتور هيون وبيرد عليها انه يوصلها فبيتوافق وهم في العربية صارة بتقول هيون ان اهلها عزمينوا على العشاء فبيقولها السبب فبيقولوا عشان ساعدتاني في كتابة البحث فبيرفض فبتسألوا عن السبب قال لها عشان الدكتور ما ينفعش يكون معزو عند احد الطلاب وسألها اذا كان اهلها عرفوا بعلاقتهم بس ما كانتش بترد ونزلت من العربية وهي زعلانة بنشوف يونه وبيكلم اخته في العربية وبيحكي لها عن اللي حصل فبترده اخته وتقول ان هي عندها حق لانك كان المفروض تقبل بالعزومة وتروح تقابل ابوها وامها فهي يوم بيداق اكتر وبيقفل المكالمة وتاني يوم في الجامعة بنشوف سارة بيتقدم بحثها للدكتور ادم وكانت بتتكلم عن تفاصيل البحث وفجأة بيسألها الدكتور ادم لو كان في حد يساعدها في البحث فبتتردد سارة وما كانتش عارفها تقول ايه فبترد عليه وبتقوله ايوة دكتور اهيون ساعدني في الوقت ده بتظهر على الشاشة سارة اليوم هما الاثنين وهم بالزي الكوري ودكتور ادم معجب جدا بالبحث وبيهنيها على المجهود اللي هي بازلته بعد المحاضرة بتروح سارة مع صحابها لكفاتيريا بتاعة الجامعة وكانوا قاعدين يتكلموا عن علاقة سارة مع الدكتور هيون في نفس اللحظة دي كانت الدكتورة السوء اهدى وراهم وسمعت كل حاجة وكان ورح عليها علامات وغضب لانها واش عارفة تاخد خطوة مع الدكتور هيون وتعبر له عن اي حجابها به فبتروح لسارة وتقول لها انها عاوزة تتكلم معها في موضوع خاص بالليل ما كانتش مضاقعة انه يجي بعد ما كان رفض الموضوع في نفس الوقت خايفة لحسن اهلها يكتشفوا علاقتهم ببعض فبتقرر تاخد كيس الدوريان اللي هيون جابه وتدخل به المطبخ بيسأل والد سارة هيون عن علاقته ببنته فبيرد هيون ويقول له انه معكب بيها فالأبي بيقول له تمام وبيخرج ويتمشه مع بعضه قدام البيت واباها بيقول له انا وثق فيك بس احنا عائلة مسلمة ولينا عدد خاصة هيون بيقول له انه معكب بالاسلام ولسه في مرحلة البحث وقريب جدا هيعتنق الاسلام فبيبنى على ابو سارة الاعجاب اكتر بهيون بالليل بنشوف سارة بتتكلم مع هيون في التليفون وبتصدمه وتقول له انهم مش هينفعوا يكملوا سوا وبتقفل المكالمة وبنرجع في لاشباك وبنشوف سارة هي بتفتكر تهديد الدكتورة سوليها لما قالت لها ان الجامعة لو عرفت ان في علاقة بين الدكتور والطالبة بتاعته هيكون فيها قابل الطرفين واسوق حاجة هتحصل انه هيطرب من الجامعة وبتقول لها انها لازم تبعد عنه في قصره وقت عشان معها دليل يزبط علاقتهم ببعض بنشوفه انه وقعت في مكتبه وبيبنى عليه انه متضايق بسبب تجاول سارة لي الفترة اللي فاتت ولما بيروح البيت بيفضل يرين عليها طول الوقت مش بترد عليه وفي الجامعة كل ما بيحاول يقارب منها بتعرب منه واسلق مصارى وقف مع صحابها قدام الجامعة بيبعث لها ورد مع الدليفري ويبني عليها الاستغراب وبتسأله من مين الورد ده بيرد عليها ويقول لها من الدكتور هيون صاروا صحابها وهم في الكافتريم بتكون سرحانة وتفكر في هيون فبتسألها نورة لو كان في مشاكل بينك وبني الدكتور هيون فبترد عليها وتقول لها مفيش هي بس خايفة حد يكتشف علاقتهم اللي بيقول لها اللي مشكلة انها ما ينفعش تفصل عنه من غير ما توضح له السبب بتمر الايام وبنشوف هيون هو ودايخن المسجد وخلاص هيدخل الاسلام وبيبقى في المسجد وقاعد بينطق الشهادة وحضر اخته اللي معجبة جدا باللي بيعملوا اخوها وخارج المسجد بتشوف سارة مع نورة وبتلبح هيون وهو واخته بتحضنه عشان تباركله وطبعا بتفتكر انه بيخنها وبتظهر عليها علامات الغيرة تاني يوم في المكتبة بنشوف سارة عاوزة تجيب كتاب ولكن مش بتعرف فهيوم بيساعدها تبتغضوا بدون ما تظهر له اي مشاعر بروح يون يقعد على نفس الترابيزة تطلب منه سارة يروح يقعد بعيد عنها احسن حد يشوفه مساعدها هيروح يقول للمدير ويطردك فبيرد عليها ويقول لها انت خايفة علي يعني مهدى المبية من بعيد بنشوف صحاب سارة وهما بيتلصصوا عليها لذا بقى خاطرت على باله خطة عشان يخلي هيون يغير على سارة وبيتصل على صاحبه زاهر يشري شوكولاتة ويجي للمكتبة وبيبعثوا لسارة يديها الشوكولاتة كادو وطبعا هيون عيونه بتطلع نار سارة لما بترجع البيت ومتها بتقول لها ان في ضيف جاي واول ما سارة بتشوف الضيف بتتفاكي انه هيون وصارة بتسأله اي اجابك هنا فبيض هيون يحكي لها عم قصة كفاحه اثناء دخوله الاسكام وازاي حياته تغيرت وبيقول لها انه دا حصل لما هي شفته اخر مرة في المسجد وبنكتشف انه شافها وبيقول لها ان البنت اللي كانت وقفة معاه دي اخته والد سارة بيدي ينهدية وهيون بيطلب من سارة تمنحه اسم جديد فبتقترح عليه اسم دانيل فبيقول لها معناه ايه الف الشخص العيدل بيقطع اللحظة السعيدة دي كان من ابو سارة وهو بيقول ل دانيل انه لازم يعمل عملية مهمة وهي الختان فبيستعب دانيل وما نمحه بتدل على عدم الفهم بنشوف هيون قاعد في بيته وبيفتكر كلامه لتسارة لما كان بيتكلم عن الاسلام وموضوع الفتان تاني يوم بيسأل هيون الدكتور ادم وزفرول ونظام عن الختان ده فهم مش بيتوصوا بصراحة وبيحكوا للتفاصيل وفي النهاية بيستقر انه هيتشجع بيروح العيادة ويعمل الموضوع ده هيونه قاعد في المكتبة بتدخل عليه الدكتورة سو وبتسأله ينفع نفطر مع بعض فبيرد عليها ويقول انا صايم ومش بس كده بيبتتفاجأ اكتر لما بيقول لها ان اسمه دانيل فبترد عليه وتقول له انت بتعمل كل ده علشان صارة انت مش خايف على سمعتك في الجامعة وكمان ممكن الموضوع يوصل انك تتطرد بشكل نهائي وتحاول توصله فكرة انها معجبة بي وانهم مناسبين لبعض اكتر فبيرد عليها ويقول بيقول لبرد احنا زميله بس فبتتدايق وتخرب من المكتب وهي متعصبة وبتحلف انها تضمر لهم حياتهم سوى هيون بيتصل بزفرون وبطلب منه يجي معايا الحقيقة ده بقله خايف يروح لوحده وكمان عايز حتى يوصله البيت فبيوافق ويقول له انه هيتصل بنظام كمان علشان يجي بس اخونا نظام يسقط لأ طبعا ده بيقول لسارة ونورة على معايد العملية عشان هم كمان يحضروا بنشوف هيون واصدقائه في العيادة مستنين دورهم ويبني علي التوتر والخوف ويزيد اكتر لما بتكن ومرضة وتعرفوا ان دوره جاء بعد العملية بنشوف هيون وهم مش قادر يمشي ويسعدوا اصحابه ان هم كمان يسندوا لحد ما بيوصل للبيت وتاني يوم بنشوف سارة ونورة وهم بيحضروله اكل كوري بيروحوا على البيت وبتبدأ سارة انها تأكلوا الأكل اللي هي عاملة بأيديها ويبقى وضح على دانيل انه معجب بالأكل جدا بيشكر سارة وبيديها هدية بيلاحظ ان الهدية عبارة عن حاجة قديمة من التراس الكوري بيقول لها ان ده اكسسوار ممتو وغاليها ليه جدا سارة بتبقى فرحانة بالهدية وعلقتها بشانتتها عشان تبقى قريبة منها موظم الوقت تاني يوم في الجامعة بنشوف سارة ونورة وهم بسوا بيقابلوا الدكتورة سو بتقول لسارة تي مش خايفة على الدكتور هيون من ان حد يعرف اني ليه كل علاقة ببعض وتتسببي له في مشاكل ده ردت عليها وقالت على فكرة احنا مش بنامي الحاجة غلط هو اسم دانيل وش هيون بعد الجامعة بتروح سارة وصحبتها لبيت تانيل عشان تتطامن عليه وبالصدفة الدكتورة سو رايحة لدانيل لبيته بتتفاجئ ان جازمة سارة وصحبتها قدام الشقة فبتصورهم وبتمشي وانك تشك انها بتحاول تجمع اكتر من دانيل عشان تثبت اني في علاقة بين دانيل وصارة ومن خبسها بتروح عند المدير وبتورجي الصور فبيقرر استدعاء الكل مش سارة ودانيل بس وبيبدأ انه يحقق معاهم ولكن ما بيعترفوش بحاجة لما بيجي الدور على سارة بيسألها ممكن اعرف العلاقة بينك ومن الدكتور دانيل فبترد سارة عليه وتقوله نا مجرد علاقة طالبة واستاذ لما بيجي وقت التحقيق مع دانيل بيعترف بعلاقته مع سارة بس بيقول انه ما غلطوش واهلها عارفين فالمدير بيبقى حيرون من الاعترافات المختلفة وبينتهي الحوار على كده تاني يوم في المحاضرة بيشوف زمال سارة وهم بيحاولوا يستفزدوها وبيقولوا لها انها عليها علاقة بدكتور دانيل فبتضايق سارة جدا من الموقف وبتخرق من المحاضرة وياز علينا دانيل بيروح عند بيت سارة وبيستأذن من ابوها انه ياخدها ويروحوا يتغدوا برا فبيوذق ابو سارة وهم قاعدين في المطعم مع صحاب دانيل والجو كان جميل فجأة بتصهر سو من العدم صارو بتستخبها تحت الترابيزة علشان متشوفهاش بتطلب سو منهم اذا ممكن تقعد تتغدى معاهم فبيرد عليها بشكل حد ويقول لها مش هينبع عشان احنا صحوب وعايزين شوية خصوصية فبتتحرك وتمشي في الطريق ودانيل بيوصل سارة لبيتها بتسألوا مين اللي عرف سوء ان انا هنتغدى في المكان ده سوا فبيقول لها انه اكيد ما قالش حاجة تاني يوم في محاضرة دانيل بيكون واضحة انه مبسوط فبيقرر انه يعزم الطلاب على العاشة وفي المطعم بنشوف دانيل بيحاول انه يصالح نظام على سارة وبنكتشف انه سارة ونظام متخنقين وبعد نقاش كتير بيفشل دانيل انه يصالحهم على بعض بس يتاقي يوم في الجامعة بنشوف الدكتور دانيل وهو بيوزع مشاريع جديدة على الطلاب وبيكبرهم نوم يتقساموا في مجموعة وبيحط نظام صارة في نفس المجموعة بالليل بنشوف دانيل بيروح لسارة البيت عشان يصالحها بعد ما حطها مع نظام في مجموعة واحدة بس هي مش بترد عليه وش بتنزل علشان تقابله تاني يوم في الجامعة بنشوف نظام وهو بينادي على صارة بس مش بترد عليه وبيتخنق معاه تاني ولما دانيل بحاول يحل بينهم الاستاذة سو ما سكده من ايده قال ايه يعني بتنعه بس هي بتعمل كده عشان تكيد صارة وطبعا بتغير وتمشي وهي ينزح علانة بنشوف دانيل وسو في المكتب وهي بتهديه وبتقول له انه لازم يخلي باله الفترة دي لان الطلاب بقوش يحترموه بسبب انه قريب منهم زيادة عن اللزوم وبتحاول سو نعط وصل له ان الكلام تعالى صارة فبيسكتها دانيل ويقول لها بل كيش دعوة دي حاجة متخص كيش فبتحرب متعصبة من عنده في البيت بنشوف صارة في قودتها بتذاكر فبيرن عليها دانيل فبتتعصب عليه وتزعق له وتقفل التليفون فيوشه وبتنام بالليل بنشوف دانيل تحت البيت عند صارة وبتجي ام صارة صحيها فبتتعصب عليها وبتقول لها واشحاوزة يشوفه فبترد عليها امها وبتقول لها متأكدة فتقول لها اه ولما دانيل بيمشي صارت تكتشف انه كان عايز يعتذر لها فبتتدايق من تصرفها تاني يوم بنشوف دكتور آدم وهو وايف قدام سالمة فبيتصل على سوق وبيطلب منها نوم يتقابله فبترفض فبيدخل للإستراحة يفتغل كل اللحظات اللي مرت بينهم وبيكون بتدايق وبيقرر من ساعتها انه هيطلحها من حياته وهتبقى زميل يتعامل وبس عيلة صارة بتكون متجمعة وبيسألها ابوها عن سبب عدن خرقها مع دانيل من فترة فبطرت عليه بتقول له انا مش فاضية كمان حياتي مش بتتمحور حوالي انا ليه الدقاء تانين فبيقول لها انا حاسس اني في مشكلة بينكم فبتسكت شوية وتقول له اعشفته مع الدكتورة سو اكتر من مرة وحس انهم مرايبين من بعض جدا فابوها بيقترح عليها تاخد اجهزة تريح فيها اعصابها ولما ترجع تبدأ تفكر من جديد في علاقتهم بنشوف دانيل في بيته حزين ومكتئب وبنرجع في لاشباك وبنشوفه وبيفتكر كلامه مع ابو سارة وهو بيقول له يوم سافر الفترة الجاية في اجهزة وهتكون سارة معاه علشان تقدر ترتاح فبيرد دانيل عليه ويقول له لو يبفع يكون معهم في الاجهزة فبيرفض ابو سارة فكرة انه يكون معهم عشان بنده تفكر بدون تأثير وبيطمنه انها تكون بخير فبيتأثب دانيل ليه وبيقول له لو كان ظهر منه اي خطأ بدون ما يقصد بعد فترة سو بتتصل بدانيل تعزمه على فيلمه في السينما فبيرفض ويقول لها انه مش فاضي لانه لسه ده خلل الاسلام جديد وعايز يقرأ ويتعلم عنه اكتر فبتتحصب ويقول له هيقول انت بتعمل كل ده علشان سارة فبيرد عليها ويقول لها انا دخلت الاسلام عشان نفسي مش حد تاني وكمان انا اسمي دانيل مش هيون ويقفل التليفون في وشها تاني يوم الصبح في الجمعة بنشوف دانيل هو بيزأل صحاب سارة عن احوالها وامتى ترجع من انجازتها فبترد علينا وروا بتقول له نو مش عارفين عنها اي معلومات علشان قفل التليفونها بنشوف سارة مع ابوها وهم مستمتعين بفترة الاجازة وبتحكي له عن تفاصيل علاقتها مع دانيل فبيرد عليها ابوها وبيديها معلومات وتفاصيل علشان تحسن علاقتها معاه بتشوف اخت دانيل وهي بشقة اخوها وكانت بتهتم بي لانه كم مريد ولما حالته بتسوق اكتر بدأتسل على اصحاب سارة علشان يقولها البيت ولما بيوصلوا بيسألوها عن اخوها فبتقول لهم انه الفترة دي حزين جدا على فراء سارة فبترد عليها نورا وبتقول لها سارة من اول الاجازة وهي قفل تليفونها ومش عارفين يتواصل معاها فبتقترح اخت دانيل انه يتصلوا على ابو سارة وبتطلب رقمه من نورا بتتصل اخت دانيل بابو سارة وبتقول له ان دانيل تعبان ولازم يشوف سارة علشان يتطمن عليها فبيوافق انهم يتقابلوا وبيبديها عنوانهم في القرية بتاني يوم الصبح بنشوف دانيل واخته بيسافروا لسارة بتستقبلهم ام سارة من برا بنشوف سارة وابوها هم راجعين البيت بتلاحظ سارة ان دانيل استنيها جوا بعد ما شافتها رابيته صارة بتقابل دانيل برا البيت وبتسأله انت ايه اللي جابك فبيرد عليها ويقول انا جيب عشانك فبتقوله ازاي عرفت ما كاني بيقولها اختي طلبت من والدك العنوان وبيسألها لو عمل حاجة غلط خليتها تبعد عنه فبتقوله لا بتبقى عايزة تعرف لو حد في حياته غيرها فبيقول لها اكيد لا مفيش غيرك فبيسألها ليه بيتقول كده بتقوله انه شخص مشهور وكل الجمع عارفاه ومن الطبيعي للبنات تعبت بي دانيل بيقول لها انها مميزة كده وانها الوحيدة اللي خليته حس بشعور جميل لما بيكونوا سوا بس هي فجأة بتقوله انها عايزة وقت تفكر في علاقتهم علشان حسة ام مشاوشة وبتبدأ تعيض فبيقول لها برحتك وسواء قررتي تنظلي معايا وبتسيبيني انا بتمنى لك حياة احسن بنتي الحوار وبتمشي تاني يوم اخت دانيل بتكلم نورة وتقول لها انها هتاخد دانيل ويرجعوا بكوريا لانه حزين تفتكروا ونورة هتسقط لها طبعا اول ما عارفت اتصلت بصورة عشان تقول لها وبتحس انها غلطت لما سابته وما كانتش بتكلمه وبتعترف انها غلطت بحقه تاني يوم الصبح بتشوف سارة وهي بتقول لابوها انها نازم ترجع المتينة علشان دانيل وبيوافق وبتروح سارة مع امها المسجد بتقابل دانيل هناك فبياخدها عجينين علشان يتكلمه وصارة بتعتذله عن كل ناحية حصلت وبتسأله هو ازاي هنا وما سفرش طب يقول لها انه فعلا راح المطور بس قلبه منعه واخته سفرت لوحدها سارة ودانيل بيكتشف انهم ما يقضلش يعيشوا بعيدا عن بعض وبينسوا كل اللي فات وبيفتحوا صفحة جديدة ولما بترجع البيت بيسألها ابوها لو موافقة انها تتجاوز دانيل فبيبان عليها الكسوف وما كانتش عارفة ترد تقول ايه تبتردوا امها وبتقول اكيد بعد المغامرات دي مش هترفض يعني وبنشوفهم بعد ثلاث شهور وما بحفلة زفافهم والكل سعيد تحته نظام لأشركة حياته ودي كانت قصتنا النهاردة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل القناة وبس كد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة